ايران تحتل لبنان عبر حزب الله فبالتالي هي ترى ان مصالحها في لبنان ستتضرر اذا كان لبنان مستقلا بالكامل واذا كان هناك قوة سياسية حية ترفض هذا الاحتلال الايراني فبالتالي هي مصالح توسعية واذا اردنا نصفها بشكل جيد مصالح امبريالية في المنطقة هذا الاسلوب التخويني مثل الاسلوب التكفيري هم يتصرفون كما كانت تتصرف داعش وانا على يقين ان داعش وحزب الله هم من مرجع واحد ومن هدف واحد في النهاية في هذه المنطقة ايران تسعى لاحتلال لبنان وتمارس الضغط على كل القوى السياسية التابعة لها لتقضي على مستقبل هذا البلد اقتصادياً وحتى ثقافياً وبكل الاسليب لاهداف تخص التوسع الايراني في المنطقة والهلال الفارسي الذي يمتد اليوم بقناعتهم كما يقولون من طهران الى بيروت عبر بغداد وضنمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر